وحتى رئيس الجمهورية الجزائريون انتقدوا مثلا انتقدوا محمد العرابة على ما قاله بخصوص الإسلام أنه سيختفي من الدستور ورئيس الجمهورية يطلع في حوار يقول هذا ابن شهيد يد وهذا خبير أممي سي العرابة الناس ما يعرفوش سي العرابة رأي خبير دولي أنا سمعت واحد شاب يقول الدستور هذو دروف بيروقراطيين عمره ولا كان بيروقراطي والخبرة تستعن بها الأمم المتحدة أولا ثانيا العرابة أنا عندي ثقة كبيرة لأنه ابن شهيد قدرش نتهمونا بأمور للوالد نتعوه شهيد والله يرحم شهده نتعنا واستشهد بلا إلا الله محمد رسول الله أنا أعتقد بأنه هذه المعايير أساءت لرئيس الجمهورية حقيقة أساءت لرئيس الجمهورية لأنه هذا ليس المعيار أنه العرابة ابن شهيد معناها رهوطاني نعرف أبناء شهداء رهم في السجود فرحات مهني وهو انفصالي يضرب الوحدة الطرابية الجزائرية ويقود حركة انفصالية أيضا ابن شهيد هل هذا معناها تزكية له؟ نعرف ابن شهداء مرتشين فاسدين وبينهم من يقبعون في السجود نعرف مجاهدين من هو الأفضل؟ إذا كان هذا هو المعيار من هو الأفضل؟ الشهيد ابن شهيد أو المجاهد؟ المجاهد طبعا أفضل المجاهدين في السجود توفيق الذي مختلف معه وانتقدناه ويستحق ما تعرض له مجاهد في جيش التحرير الجنيرال بن حديد ويقبع في السجن مجاهد شارك في جيش التحرير وكثير وكثير إذن هذا ليس معيار مثل هذه التصريحات زادت في الحنق الجزائري وكان من الأولى من رئيس الجمهورية أن تكون صيغة أخرى في هذه الأمور